السلام عليكم و مرحبا بكم في القناة اليوم سوف نشارك معكم عجين او خبيزات برگر سوف نقوم بعمل ميني برگر كما سوف نشاهد معي من بعد في الفيديو بالنسبة للمكونات سوف نحتاج 500 جرام دقيق الابيض نضيف ملقة كبيرة السكر ملقة كبيرة الخميرة الخبز و الملح نضيفه في الماء الذي سيكون دافي فأنت نضيفه في الماء نضيفه زبدة و نضيفه و نشربه في الماء و نضيفه نضيفه في الماء و نضيفه و نضيفه وراس نضيف الصغيرة حيث توجد بحجم خبز حيث يقومون بحجم الخبز يجبون من 40 و 50 جرام تضيف الصغيرة من 60 جرام فقط حيث يجبون بحجم الميزان كيف يجبون بحجم خبز نعبر و نضيف كورات نقضهم نضيف الحليب و نضيف الكورة العجين لا نضيف كورة العجين و نضيف كورات العجين زراعة و نضيف كورة العجين نضغطها للصوصة للحصوص نستمر نأخذ كرة العجين في الحليب ونضغط التبصيل في هذه الزرارة ونضغط عليه ونقرسه كثيرا لكي يأتينا الوجه كلهم تساوي ونضغطهم في اللاطة ونجعلهم يخمروا عندما يخمروا مرة واحدة عندما يخمروا الدعاء في الحجم يكون نشعل الفران يكون سخوم جيدا ندخل هذا الخبيزات الطيبة وحتى يتحمروا من تحت وحتى يتحمروا من فوق كما ذكروا من قبل فران الغاز وهذه الطريقة التي تطيبها ونضغط كل طيبة ويكون لحسب الفران وحتى المدة الطيبة نتحكم فيها على حسب الفران إذا ندخل المرخبات سوف نضغط المرخبات ونضغط المرخبات ونضغط المرخبات ونضغط المرخبات لأخذ الفران كما تدخل حشوات أو كفتا أو كم مقلي ونضغط المرخبات ونضغط المرخبات ونضغط للحشوات كما شرأوا الحشوات ونضغط المرخبات شكرا لكم على المتابعة و فيديو قديم إن شاء الله